شهد الفريق أول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي البيان العملي الفاتح 16 والذي تجريه وحدات الحرب الكيميائية ويشمل البيان تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية والعملية على استخدام عناصر الحرب الكيميائية في التأمين الكيميائي والإشعاعي للقوات المسلحة مع معاونة أجهزة الدولة في المجالات المختلفة والذي يأتي في أطار خطة التدريب السنوي المخططة لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة شمل البيان عرضاً للأجهزة والمعدات التخصصية الحديثة التي زودت بها إدارة الحرب الكيميائية وكيفية التعامل معها واستخدامها بمهارة عالية وبمعدلات زمنية قياسية أظهرت المستوى التدريبية المتميز في التعامل مع الخواص الفنية والتكتيكية للأسلحة والمعدات وتحقيق أقصى استفادة منها تضمنت الأنشطة التدريبية كيفية معاونة أجهزة الدولة في تحليل عينات من نهر النيل ومياه الآبار وإجراء أعمال التحليل وإجراء المسح البيئي للمدافن الصحية وإسلوب العمل بمحطات الرصد الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي والمتابعة المستمرة لأعمال الرصد الإشعاعي على كافة الاتجاهات والمنافذ الحدودية أظهر البيان المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية عالية والسرعة في اكتشاف وتحديد الأهداف والتعامل معها مع إدارة وتقييم وتحليل النتائج باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات وفي نهاية البيان أشاد الفريق أول صدق صبحي بالأداء المتميز الذي وصلت إليه العناصر المنفذة للبيان وما حققته من مستوى راق في إعداد وتدريب الفرد المقاتل وأكد الفريق أول صدق صبحي أن سلاح الحرب الكيميائية يمثل مع كافة وحدات القوات المسلحة الدعامة الرئيسية لحماية أركان الأمن القومي المصري وناقش القائد العام العناصر المشاركة في أسلوب تنفيذ المهام المكلفين بها وكيفية التعامل مع المواقف المفاجئة التي يمكن التعرض لها أثناء العمليات وطالبهم بالاستفادة من كل ما هو جديد في مجالات العلم والتكنولوجيا حضر البيان عدد من الوزراء وقادة الأفراء الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من أعضاء مجلس النواب والإعلاميين وعدد من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية والدارسين الوافدين ترجمة نانسي قنقر